درب الغضب انتر ميلان يكسب اسي ميلان 3-0 في قمة منافسات يوم الحد يوم الحد اللي كان الناس كلها مستنيها عشان ماتش الانتر واسي ميلان وماتش أرسنال ومانشستر سيتي الماتش الاول انتر واسي ميلان الانتر بيكسب 3-0 عشان ينفرد بصدارة الدوري بفارق اربع نقطة عن اسي ميلان وكمان مانشستر سيتي بيكتفي بجون واحد بس في أرسنال لم تكن حلو جدا وكان متكافئ عشان برضو السيتي بيرفرف الواحد وفوق محادش خالص قادر يحصلوا ويعتبر يعني اكلينيكيا السيتي مخلص الدوري بقاله فترة طويلة قوي وفعلا على رأي واحد صحي كتب كده تويتا على تويتر قال يا جماعة اللي هيحط جنف السيتي هنعتبره خادد دوري لان نفهم بصراحة السيتي بيقدم بطولة دفاعية هيلة جدا مع الاداية الهجومي كويس جدا حاجة كثيرة ونتكلم فيها في حالة النهاردة لكن ابنتكلم في اي حاجة او ندخل في التفاصيل لو انت امرت تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وفتح جارة التنبيهات وما تنساش ديئة في السوكة على الانستجرام او متخلص الحلقة هتنسى تحت دوس في الكومنتات هتلاقي اللينك بتاعي الانستجرام دوس عليه اعمل فولو وتفرج على حلقات ديئة في السوكة هتسمع حكايات لأول مرة تسمعها او سمعتها مرة كيها بالصدفة او متخلص الحلقة لا تنساش انما دلوقتي بقى ركز معي ركز قوي عشان نتكلم فيه ماتش انتر ميلان واسي ميلان وماتش السيتي وارسنال ماتش انتر ميلان واسي ميلان انا ابدأ مع ماتش انتر ميلان واسي ميلان الناس كلها مستنين انتر ميلان واسي ميلان ليس فقط لان خاطر دربي الغضب واحد من اقوى الدربيات على مستوى العالم ومستوى التاريخ لا ماتش هذا بين الانتر والاسي الفرقتين اللي ركبين الدولي فرق نقطة اسي ميلان لو كسب فرق انتر ميلان انتر ميلان لو كسب فرق هو باربع نقطة لو اتنين يتعادلوا سيبقى الوضع كما هو عليه والناس كانت مستنية بان نشوف ماتش ضرب نار من الفرقتين ويتكرر تانى سيناريو لوكاكو وبرونوفيتشي والخنار اللي حصل بينهم في ماتش الكاس لكن بصراحة احنا شفنا ماتش للأسف يعني مش عايز حد من جمهور اسي ميلان يزعل مني وان سايد جيم فرقة الانتر وكونتي بلق طبعا ثلاثة خمسة اثنين التشكيلة المثبتها اللي تانى ماتش على التوالي بعد ماتش لاتسيو اللي فات شكلينيار وفريج وباستوني خمسة في نص الملعب ناحة شمال بيريسيتش اللي عمل ماتش عالي جدا وكان واحد من نجوم الماتش ويمكن الناس انا مدتلوش حقه عشان خاطر لوكاكو لو تروا كانوا مكسرين الدنيا ناحة اليمين حكيمي تدى في نص الملعب هولدنج بروزوفيتش يمين وبيلعب باريلا وشماله اريكسين واثنين مهاجمين السفحين اللي ملهمش حل لوكاكو ولوتارو مورتينيز النحة التانية ميلان اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة في خط الدفاع كالابريا سيمون رومانيولي ونحة شمال فييو هرناندز وثلاثة قدامهم سالميكرز تشاليو جلو وريبيتش وطبعا مهاجم وحيد ازلتانا بريموبيتش ويمكن المطش بدأ بداية قوية جدا من انتر ميلان ضغب من اول ثلاثة اربعة دقيق وشوفنا على طول اول ثلاثة اربعة دقيق هجمة مرتدة تحول العكسي من الدفاع الهجوم وقد ايه السرعة يا جماعة السرعة هي السلاح اللي قتل اسيميلا سرعة لوكاكو بوين الاول حكيمي لها بكورة لوكاكو لوكاكو رايح لوحد وخلص ناحة اليمين في اسباق سرعة غير متكافئ بالمرة مع رومانيولي وقع على وشه وراح جيه يشوت الكورة عمل بلوك سيمون رجعت له ثاني وعدل واستنى ووقف وبص لا لو طارو بتحرك مبين كلابريا ومبين سيمون رفع الاوفر وطلع مبينهم حط الكورة ببماغه سيمون وكلابريا وقفين بيتفرجوا في خطأ سازج من دفاع الميلان لا يختفر عشان يبقى واحصف في اول ثلاثة اربعة دقيق بعدها الانتر رجع استنى ورا شوية وبدأ ميلان يمسي الكورة ويحاول يروح طبعا من الاوفرات التي تعمل لسيمون لكن بصراحة الاسيمون كان عندهم مشكلتين كبار جدا اول حاجة ريبتش مجاش المطش يعني يعتبر ريبتش الراجل يعني قاعد في البيت مجاش المطش تاني حاجة اسماعيل بن ناصر فرق جدا جدا مع خطره السيمون اللعيب بيمسك كورة في نص الملعب عنده فيجين بيروح بيشوت بيعمل كيباس بيساعد شغالوجلو في صناعة اللاعب حتى كمان شغالوجلو مالقاش من الساحة ومالقاش خالص يتخلص من الضغط اللي كان عاملو علي بروزوفيتش الراجل كان ماسكو يتحرك معه في كل حتة وحتى كمان باريلا كان بيروح معهم بيعملو علي دابل مارك فعشان كده برضو شغالوجلو مالقاش يتحرك بيبتش زي ما قلت يا راجل مجاش المطش خالص وصال ميكهرز كان بيحاول ايه؟ كان كام اوفر مع كالابريا لما كان بيزيد معه كان بيحاول يشتغله وإنما بريونفيتش بصراحة كانوا قافل واحدة جنوات الجزاء مطلوب منه ان هو يعني يتحول لسوبرمان وينقذ ميلان عشان كده بقول اللي شوت الاول كان شوت سايق جدا من الميلان ناحة التانية انتر ميلان بصراحة عمل شوت حلو جدا لو طارو ولكاكو بتحركوا براحتهم السرعات بيريسيش بصراحة ناحة الشبال كان بيروح وبيعدي وبيعب عطول في ظهر كالابريا ناحة لمين الحاكيمي كان بيتقدم كمان اريكسن يا جماعة الراجل بصراحة اقدم مطش عالي جدا بفكرنا بأداءه مع توتنام الراجل يمسلك كورة بيتحرك بيبص بيرفعينه بيضع يميني ثمي حتىzteوا الاريت الثاني ب Bel nod who sawией ولعبها مع الاريت ولعكم على اوتارو مع بيريسيتش ولالاريتش وبلد في راجع على اوتارو الاريتش يتضعين في الجون الثاني جون حلو جدا هو اللي بدأها اريكسن الجون الثالث ناحة بيريسيتش الراجل هذا اللي يبينج يپاين نوع ضعف بيليا بيريسيتش يناعب بيليسيتش وكرة يدعوا من خط دفاع الاريتش في تحولKit سريع من الدفاع للهجوم اللي اخدوا كورة من نص ملعب كيسيلي مش قادر يجري رومانيولي وسيمون اللي اتفرجوا مش قادرين خط دفاع ميلان يا جماعة السرعة كلفتهم كتير قوي هولناندس يعتبر هو اللعيب الوحيد اللي سريع في خط دفاع ميلان لكن هو طبعا في الجول الاول كان متقدم مارجعش غطى ورا فخط دفاع ميلان السرعات مع كيسيه كانوا مبوازين الدنيا و لوكاكو الراجل كان بيروح في سرعات لوحده جدا سواء نحت المين او من نص الملعب بيروح و محدش خالص قادر عليها عشان كده بقول طبعا ان لوكاكو والسرعات والتحولات من الدفاع للهجوم هي السبب الرئيسي فوز انتر ثلاث تجوان في التحول السريع من الدفاع للهجوم لعبة الايسي مش متمركزة اللي هي مش شايفة كويس العيبة بطيئة ما يدروش خالص يتعاملوا مع سرعات لوكاكو ولا سرعات بيريسيتش ولا حتى كمان الباصات اللي بيخلاحها اريكسن طبعا يمكن الشوق الثاني بعد اول ربع ساعة ميلان كمسك كورة وارح في اكتر من كورة كورتين بدماغه ان شاء الله ان لديه ميتش بصراحة لعن الموتش كبير جدا وكان ميلان كان يقدر يضع جون ويتعادل ان كان دي اكتر فترة كان متميز فيها الميلان اللي هي اول تلت ساعة في شوق الثانية اول ربع ساعة وكان متغطين وكان ايسي ميلان كان يقدر يضع الجون لكن بصراحة جه الجون بتاع لوطاره عشان يقتل الموتش خالص والعزينة بتاعة ايسي ميلان تقل جدا لما انت تبقى راكب الموتش وتضيع فرص يمين وشمال ومش عارف ايه تيجي فجأة تخطف جون فطبعا ده كلف ايسي ميلان كتير جدا زي ما قلت التحولات هي اللي قتلت بيولي وقتلت في ايسي ميلان الموتش ده وبصراحة كنت كان زكي جدا ان هو رجل قدر يخطف جون بدري وقدر بعد كده ان هو يوفاره واعتمد على سرعات لوكاكو ولوطاره وناحية الشمال طبعا بريستش وطبعا حكيم اكيد نحليمين اللي هو طيارة الوحده وعنده اريكسن العقل المفكر طبعا الدول لسه مخلص شي دول لسه في الملعب فراربع نقط ولسه كمان لو اليوفي كسب الموتشين اللي فضل له برضه هيقرب فرق نقطة بينه وبين ميلان وهو فرق بينه تقريبا حوالي خمس نقطة بينه وبين انتر ميلان دنيا برضه تبقى قريبة مش بعيدة يمكن اي سي ميلان يا جماعة الناس كلها كانت بتحسيده انه هو ايه ماشي زي القطر ما بيخسرش خالص في 2020 ودينا يماشي معاه لكن طبعا بداية السقوط كانت يعني من ماتش لاتسيو ماتش يوفينتوس ماتش طبعا اتالانتا ماتش سبيازيا في يعني اي سي ميلان من ساعتها مستنش من عين الناس ودينا بقى التوقع واضح طبعا الفرق بين العبل التلعب السيين والعبل الاحتياطة زي ما شاهدنا كنا سبعيب الناصر غاب ويمكن طبعا اليو بنزل شوط التاني بيحاول اللي حد ما لكن طبعا بيتلاقي مثلا بريومفيتش مش في يومه ريبتش مش موفق او مش موجود بيتلاقي دايما الفرق واعت لك هستيخو ولا سنميكرز بيداول يشيلوا الفرقة فبصراحة قطر خير ميلان على قد كدا انتر ميلان بصراحة عندهم سكواد أعلى عندهم بدائل برا اسي ميلان يحاول العوب حوالي يعني 11-12 عب كتير قوي فبصراحة قطر خيرهم على كدة اكتر من كرة شوط التاني يمكن لو كان في توفيق كان ممكن اسي ميلان يتعادل وكانا الماتش ما يمشيش كدا خالص لكن بصراحة في عز ما اسي ميلان يتسك كرة شوط التاني في او 4 ساعة يتخطف على طول جون من لوطارو يكلف كتير جدا فريد إيسي ميلان وإيسي ميلان بيخسر الماطش وبيخسر يعني السدارة بحبة حلوين كده فرقة 4 نواط هنشوف بعد كده الدنيا ماشية ازاي اعتقد ان الدوري إيطالي درب نار كله عنده فرص إنتر ميلانا لسه هيوقع عن نواط إيسي ميلانا هيوقع عن نواط اللوفي هيوقع عن نواط روما كل فرق بصراحة الدوري السنائي دوري حلو جدا واعتقد ان المنافسة شريسة جدا والدوري في المعه نروح بقى لماطش مانشستر سيتي وارسنال وسيتي بيكسب 1-0 بس رحيم ستيرلينج في أول دقتين في ثاني هجمة بالزبط في الماطش رجل راد محرس بكل كرة ناحية اليمين بيستيرل من الكرة بيقوم لجوة بيرفع ورحيم ستيرلين جماعة الرجل اللي هو قد كده لمؤاخذة يعني طالع وسط فطاح طالع وسط بابلو ماري وهولدنج وبالدن يعني مش قد كده قوي يعني بسطلع ولعب الكرة بماغه وحطها جون طبعا الراجل اللي هو قد يتفرج عليها وغريبة جدا لعيب قصير بيطلع ما بين اثنين لقابة طوال زي ماري وزي هولدنج طبعا مش طوال قوي يعني بحسة على قلها طوال منه ولعب الكرة بالشكل ده طبعا خطأ سازج من دفاع أرسنال يمكن بعد كده الناس كايب متوقع بقى ان المنات شرفت وحنشوف بقى ايه ويلعبها وبتاع هوب ميسيكا عطول لنه كان ممكن الماطش يفتح اكتر من كده الراجل طبعا بيب جورديولا جماعة فاجئة الناس كلها طبعا بدي برويم موجود في الماطش النهاردة بعد الغياب طويل والاربعة ثلاثة ثلاثة لكن محدش عارف مين بيلعب مهاجم يعني خلاص احنا عارفين في اربعة وراء كانسيلو روبان دياز ستونز نحت شمال زينشينكو تعدى في نص الملعب فرناندينيو اللي عمل مناطش هايل جدا وكان رموات مزان في نص الملعب بيستلم كورنة تحت ضغط اي العيد مزنوب بيحلق منه الكورة بيحط جسمه بحاجز كويس بيعدي بيدوس على الكورة كمان برناردو سيلفا وجندجان وطبعا الثلاثة اللي قدام رحيم وديبروين ومحبس طبعا الناس كلها قلت لك مين هالعب مهاجم ديبروين طب ستيرلينج لا دائما كنا نشوف ان ستيرلينج شمال هوب يخش مين وديبروين يروح مكانه جندجان يخش شوية بيرناردو يخش شوية دائما ما كانش فيه مهاجم صريح بالنسبة للسيتي ودائما كنا نشوف ان كانسلو بيضم العيد ثاني جنب فرناندينيو ويستيد دائما ان الطرف خالص لمحرز لان هو عارف ان محرز عايز حتة دي الواحده يستلم ويرقص ويعديه فعلا محرز كان شايل الجابة دي الواحده وكان عامل مطش كبير قوي على تيرني اللي مكانش موفق خالص حتة كمان في كزا كرة شوية الاول الواجل كان بيعدي واحد الواحد بكل سهولة وبيروح وبيعمل الوفر ورغم زي ما قلت ان السيتي مكانش بيلعب مجم صريح الى ان السيتي قدر يخلق شوية الاول فرص كتير جدا انه حتان يا فيرد ارسنال يمكن انا شايف ان ارسنال بصراحة كان بيلعب المطش تسع لعيب يعني بصراحة بي بي انا مش عارف هو بيلعب ليه يعني انا مش عارف هو مصلا ايه فايدته لعيب هو بيعمل سيزر ويشوت سيزر ويرفع ملوش اي لازمة لو هو بيدافع ولو هو حتى بيشطع الجون ولو هو مؤثر على الجون انا بصراحة مش عارف هو بيعمل ايه واوديجارد واوديجارد برضو الرجل يعني الناس مستنيه منه انه هو جاب امريا مدريد هيكسر الدنيا بس واضح ان الرتم بتاع البريمير الليج اعلى بكتير او من الليجة ومحتاج ان هو شوية يتعود اكتر على الاجواء فبصراحة اوديجارد برضو الرجل بيفقد الكرة كتير مش عارف خالص يطلع اي كيباس صح لا لقوم يانج ولا حتى لساكا ناحية الشمال اللي بيتزلم انا بشوف ان ساكا رجل ناحية المين بيبقى احسن بكتير فبصراحة كان لازم يبدأ لك هزد وبيانج وساكا واسميت روي هو اللي يبقى رقم 10 ده كان يبقى احسن بكتير قوي لفيرت ارسنال والأرتيتا لكن بصراحة اوديجارد كانت بداية خاطئة انني بصراحة مع تشاكل 2 في نص ملعب كان عاملوا مطش كويس انني كان دائما بينزل في نص ملعب بتاع ارسنال يستلم الكرة بين البني الدفاع ويطلع بيها كان بقى فتصرف الكرة الصح ما كانتش تقطع منه وزي ما قلت برضو تيرني كان عنده مشكلة شوية بدري ناحية اليمين كان قادر الى حد ما يقفل شوية مع جندجان او حتى كمان مع دي بروين لما كان بيروح دي بروين برضو اكتر من كرة في كرة شوية الثانية عملا بلسن كده في البعيدك هتروح جون حلو جدا فريت السيتي يعني بقى المجهون بيكسبوا 1-0 وكان ممكن السكور يعلى لكن واضح كده ان هما اكتفوا الموضوع وانا يا جماعة بصراحة عايز اتكلم على روبين دياز روبين دياز يا جماعة راجل ده فعلا يعني هو ده فاندايك ليفربول وبادر بانون الاهلي فعلا هو قائد قائد فريت السيتي كانت محتاجه يقود خط الدفاع كله ويقود الفرقة كلها فعلا روبين دياز الراجل حتى لو انت تفرج عليه في الدربات السيطرة وقف بيوجه اللعيبة ازاي يوقفوا ازاي يمسكوا ازاي يتحركوا فبصراحة هو ده قائد وفارق جدا جدا في خط الدفاع السيتي 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 خط الدفاع السيتي 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 مقدم ماتشاط هايلا جدا يمكن في اخر خمس ساعة ماتشاط مدخلش فيه مغالجومت على ليفربول وانا ما غير كده بصراحة روبين دياز معالي جدا جدا خط الدفاع السيتي طبعا مع ستونز زيتشينكو بقى وكانسلوا وكانسلوا بصراحة فرصة خطيرة جدا لشوء تاني اللي اخده طبعا من خيسوس ولم الجوه وحتى بوش يجوه الخارجي تلعب بره لكن بصراحة فعلا التكتك والتحركات اللي عملها بصراحة جورديولا براجل عبقاري يا جماعة التحرك دايما كانسلوا هو دايما ان يخش في القلب يقف جنبي فرناندين ويقفل معاه عشان يسيب الخط لرياض محرز وعشان كده كده هو عارف ان ساكا لعيب اشفل دايما هيرقص لبرة وعلى طول بتلاقي اول ما ارتدت عليه كانسل ويمسك على طول ساكا وبيرجع طبعا برناردو وجندجان مع فرناندينيو دايما دي بحد فالحال الهجومية هتلاقي دايما الحاجة اللي كان بيعملها قبل كده الخطة بتقلب ثلاثة ويتلاقي ان الباكرايد بيضم في نص ملعب كالعيب تاني فده اللي كان بيعملها قبل كده جورديولا وبدأ التاني يطبقه مع الستي طبعا نزول خصو السورة التاني فارغة شوية في السرعات و التحركات اكتر لكن طبعا دي بروين اعتقد ان عودته مهمة جدا عشان كمان موتش دوري الابطار بيرناردو يمكن الراجل كان بتحرك كثيرا في المساحات الهياء 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 بين الخطوط كان يخش دايما يستلم يوقف عطول او مقالة لعب بيخش هو فعلى طول قدام قلبين دفاع بتو ارسنال عشان يستلم ويطلع حد وبرضو جندجان يا جماعة الرجل بتحرك بين قلبين الدفاع وبين الباك والمدافع بشكل سالس جدا في كرة تلعبت له رجل كان بس كده فجأة لف وراح على الجون كان ممكن يحطها الجون لكن عطول في اخر لحظة اتفرش تقريبا هولدنج وشالها تلعب بها بره كده كان جندجان كان يحطه جون بكل سهولة فهيفضل برضو راسمال جوارديولا هو التحركات مش بس التحركات كمان الاداء الدفاع الصلب وان ازاي الخطة لما كرة بتقطع من فرقة السيتي عطول كله برجع تحت الكرة وشوف كمان العرضيات اللي بيعملها ارسنالك بشوف كم من عيب جوان ومطلات الجزاء بتشوف كانسيلو وروبان دياش وستونز وزيتشينكو برجع يخش معاهم في ريان دينيو وكم بيخش عام جندجان فكل دي كسافة جوه المنطقة عشان لو كرة عادة من واحد تلاقي واحد تاني واحد فراه مش بس ان احنا بلاقي اوفر بيترفع زينا حتاني مثلا في ارسنال تلاقي مفيش مغسف الاربعة هو لجوه وفيه ثلاثة من لعيب سيتي ثلاثة سوطة اربعة ممكن الكرة عادة من واحد تغش جم فده الفرق يا جماع ازاي الفرقة كلها بتدافع كتلة واحدة وتاجم كتلة واحدة وازاي التحركات لعيب يخش يلعى فولس ناين وانزل يستيلم يعيب يتحرك مكانه او مكرة تبقى مثلا مع محرس لها عطول فيه لعيب دخل لجوه والعيب الثاني قطع لبرا ازاي برنادو بتحرك ازاي جوندو جان بتحرك ازاي حتى من ستيرلنج رجل يسيب الطرف ويخش لعطول جوه وتلاقي واحد عطول هيري بمكانه وزيتشينكو او حتى دي بروين كل ده تحركات من جورديولا وهي دي حاجة اللي اتمايز جورديولا ومخليها واحد من احسن المداربين في العالم فاعتقد ان هو فوز منطقي ليه ماسوسر سيتي انه حتى ارسل بصراحة عمل مناطش ادفاعي كبير الى حد ما بصراحة ماري وهولدنج عمله اداء كويس يمكن تيرني يعني ما كانش ادى كده لكن ساكا كان بيسند معاه انني وتشكى في نص ما عام مناطش كبير لكن زي ما قلت بيبيه ووديجارد مش هينفع ابدا تلاعب سيتي بتسعى العياء بس وطول او ميانجر رجل مزهره كان مختفي اعتقد ان هو كان يبقى مكانه يلعب في ظهري كنسله عشان يروح بسرعته على الجن ويخلق فرص زي ما قلت سميت روي كان يبقى دوره مهم برضو زي ما قلت ساكا ناحية الليمين كان يفرق جدا وكان يخش بشماله يرقص ويخش الجوه لكن طبعا بيبيه ووديجارد ادوح على الحوار ده كله ده جماعة ملخص سريع لماطش مانشوزر سيتي وارسنال ودرب الغضب انتر ميلا واسي ميلا اعتقد ان الاسبوع ده برضو بدوري بطار اوروبا درب نار هنشوف اللي يحصل رينام مدريد هيعمل ايه السيتي في دور الابطال هيعمل ايه واقف على رجله ولا هيبقى دوري بس كل ده هنشوفه الاسبوع ده في دور الابطال هنشوف اللي هيحصل دي يا جماعة حلقة النهاردة لو انت مرة تفرج عليها اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات وما تنساش ديها في السوكة على انستجرام او ما تخلص الحلقة اعطوه الانسي تحت بص في الكومنتات هتلاقي اللينك بتاع انستجرام دوس عليه واعمل فولو واتفرج على حلقات ديها في السوكة واشوفكم الحلقة اللي جاية سلام